موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يا غتي تنحنحي ولا اعملي اي حاجة كتا حقطع الخلف خطر وانتي مالك ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانا ولا مش زعلانا يا غتي ما تفكرينيش بالحيزابون اللي جوا دي كفاية يا بتم ما حصلش حاجة فيه ايه مانا جوزي دخل عليك بالغلط عملت المناظر الوسخ اللي عملته هالي دي خلاص اتبطيتي انزلي بقى من علوداني انزلي هاستكلم معايا في ايه انتبطعلي نخش قطي حسن البيت ده مليان ودان ايه خل ايه بتمش انت كمان وانعد ليه رايب حاجة الله 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 ايه الغمال اللي بغماؤه علينا ده دي حفلة باقولك ايه بمعتقطيه ان اشوف لك حيه جدى انت ابسط تروح انبي ايه 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 بقول لي عملت ايه ما انا امروتي بمشور الشغل بتاعنا كله متزبط المنوع مش ناوي يا عد الليل انا وغير ما اكسب سيموا الزيت يا خال ولا حاجة خميس ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا ايه مالك يا رمانة ابدا مفيش يا خال انا اصلي اتخلقت شوية حس كده ان انا يعني قلب اتقابض من المكان بصراحة ونسمعك والله يا بنتي ما تهد شوية اخوانك هدا يلغي ما إين ده وصبره وكدا ما يفتح البوفيه ونشوف ايه وده كله ما بيفتح الشجعك هه شوفت مانك مش عايز تامشي ما تلفس جراء يا خال ماشي خلاص مدام الدكتور قالك تسيبك من موضوع خلفة سيبك منه وركزي معاه شوية يمكن يجي اليوم كده ليطلع لك صوت انطقي يختي وهو الخلف اللي حتنعه من الجواز يا خيبة خايفة ما هو ليه الحرباية اللي برا خفيش حرباية عايزة تكوش عالدنيا واللي فيها عايزة تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها وإحنا نحب نتشل هنا إن شاء الله حتتصلح على عزرائين وياخدها مننا ونخلص يا بيتة هو أنت عافش قوي في موضوع الخلفة ده لا كلمة دكاترا يا خيبة بيجيب ورا كلهم بيجيبوا ورا بس أنا عندي فكرة غير موضوع الدكاترا انت حتقول لهم إنك عايزة تروحي بكرة الصبح للدكتور وقال إيه عايزة تاخديني معاكي طبعا هما هيستغربوا عارفين إنك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمنيلي العقل لأ أنا أقول أنت ما تعملي ليش كده وبعدين لما أنا حاسمع منهم هقوم قفشة في الكلمة وقال إيه بحبك وعايزة روح معاكي للدكتور وقتطمنا عليكي هيقوموا برضو يستغرب هم عارفين إن أنا ما بطقيش والحاجات الحلوة اللي إحنا مخبينها البعض دي إلقى إلقى ما تقوليش إلقى إنتي مالك رايحة فين حوديكي في حدة حيخلوكي فيها حبلة بين يوم وليلة بس بقولك إيه بتعمل حسابك كده في كام ألف جنيه عشان في شوية حبايب لازم يترش عليهم إنتي مالك بكرة حتعرافي ويا خبر إن عارضة بفلوس بكرة الصبح حيبقى ببلاش خدي خدي طهاري جوفك جدع يا وزة يعني إيه؟ يعني إيه تسافر من غير ما تقولي؟ أنا عامل حسابي إن أنت تكون معايا الليلة تستدقى إلقى إيه؟ إنت عليك حركات مستفزة يا مني ما تخافش أبو يطميني وقالي إن هو حل كل حاجة اقفلي سلام درع النوح ده شيء يسعدني يا معلم إنت راجل اللي ينسبك يتشرف بيك وإبنك جزنت الشباب يعني إيه؟ ليه رفتحة باشا؟ للأسف أنت جيت متأخر شوية معلم فريدة مخطوبة مخطوبة؟ مخطوبة لمن باشا؟ سمي يا حاجة إية دا كله يا خميس تمن البضاعة الطاق ثلاثة بس البضاعة لسه ما تصرفتش وانت يدوبك لسه ما استلمها انا اتفقت على تامن البضاعة وبقتها قبل ما استلمها وخدت تامنها بالكامل مش نص بقى ولا روبا لا وهو ده النظام الجديد ماكسب قبل خسار يعني ايه؟ ماانيش فاهمة يعني اللي عايز يشيل يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلبي جامد واحنا ونصبنا انما هيدفع سعر يعلمنا اي حد انما اللي عايز يصبر بقى حد ما البضاعة تخش السوق وتتصبر وتبقى في الأمان برحته برضو انما هيدفع دوبلي دول وانا لقيت اللي يشيل معانا وقدينا كسبنا وفلوسنا بحضننا عشان كده لعبتها هزار مع النوح عايز تغلوش على البضاعة المتباعة لكن علمت عليه صحيح ابن ضاوية يا واد كده بقى احنا هنقول للشعبي باي 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 اوه ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير اوه استكتم اشتركوا في القناة بسم الله يا رمان بالهنة والشيف شلبي اقمرني حاجة ساعة للنجمة بصورة اعتبروا حصل يا برينس يلا يا بنات يلا بروفا مع بوسيا على الستيج علشان انتو كلكو في الرقصة بتحدفوا شمال اظن كده احنا خلصين انت كنت ضيف عندي في بيتي وانا دلوقتي ضيف عندك في محال بس انا اكرم منك ومش هقفل في وشك الباب الباب اتقفل وصورتي تشلت يا مال انا مليش في الغزب وانت اللي اختفت القصد قبل ما تسألي وتقولي اي حاجة مش بوكي ايدي في ايديك كده وشابكة العشرة الكرام دول وماليكة عليها حلفان انا زعلان منك مش هنعيد وانزيد انا ما بقيتش اكل من الكلام ده اسمع بس اللي انا جاي اقولهول هو موريد الباشا قال لي خميس ايه حاجة السقعة المتكتكة حصلت لنا البركة بلريك انا دي ينفع كلا احنا حسين ان احنا في ضر مسنين كلكم بتهدفوا شمال الناس اللي قاعدة على اليمين تعمل ايه تروحوا يا ماما الاقاع تناغم وتناسك مع بعض بنقول ما بين نارين لو نار واحدا نخليها نحية الشمال ناريني بقى شمال ويمين من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع محل عاكل عيش شلبي اتمرني اضبط لي الزوايا باب بين ناريني تذكر كويس حاضر حاضر من عيني يا نعم يا حجر الشرابية بتقول انك عايزيني قالوا لي انك هتاخدي كرامة للدكتور غلبان حسبها يعني تروح للدكتور لوحدها ومن امتى يا نبوع الحنان ده يا شو يا خرشي يا حجة اقرب مش عاجب ابعد تقولي علي بالروية يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها سردى عني ماشي يا شو روحوا بس ما تعوقوش من عيني شو نعم خد يبالك من البيت اخلاص مش قادرة دماغها تنفجر من كتر القرية القلم بيزيت فكت في وضهري وما بيش مسكن نافع مالك يا مندي تعبانا هاروح عنده لك الدكتور وهخل الموردة تدبلك مسكن مسكن ايه ده انا هديك اللي يخليك حديد يا ريت الحسن ان انا هموت وانام والواجه ما بينامنيش تول الليل انت فستاني بس ما نقفني جاء كالس ليه؟ تحسي يا تاتا قم ديه؟ وانتي نافع تديني ايه؟ مسكن والله منا انا مش مرتحالة ببنتي مسكن والله بس عشان هو يخس وجامد منعينا عننا واخد انت كفايا عليك نص حبان بس اوح شوية قبل ما حد يشوفنا اسمه ايه ده؟ اخلاص دي يا دي ترامدون؟ اه ما قليش مرضيش يريحلي غريبة اللي انا شفت في ايديها يعني لديبلة ولا حزنور وبعدين ازاي خطيبة حاج يسيبها في صهرة زي دي خلصت الشاية معل اه تسلم بليه كشي ليه؟ بالهنة والشفة ايه انا بقولي يعني ازاي خطيبة يسيبها في صهرة زي دي بتتراقص مع كل واحد شوية يا عم اقعد بقى يا عم بصبط لك الحاجر يا حاجر هو شغلك انت اقعد وادي الحاجر بيت اي سوريا نعم ما تنجب انت الزباط الحاجر يا بيت من عيني بس البيت اي حاجر اللوز اللوز طفاحة مقشار ما هتقولي انا اصدع لفريدة فريدة بنت العمروطي ما انا عارف يا عام انها فريدة فريدة بنت العمروطي عارف اللي بيت دمرها عالية اوة حاجر ايوة طريبة قراري يا عالية قوي 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 بس دي يعني لما انت وجامد قوي وقاري دمرها مش قادر تميلها بكلمتين وتجبها على سنها مش سهل صعبة قوي بنتي اللي بسبعة رواح تضربت مني السجارة وقامت هتا كراقص بلغاية مهدت حلق أمي انا حاس ان الرابي الدم يلعبني بيرقصني عشان يخدني بقص على سامة حلاوتك يا معلامة في جومي مش يربني دل هيفصلني من السجارتين اللي مصطبح بيهم ايش بقولك انك هتبدل طول عمرك حمار 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 سيبنا اقوم بقى عشان عند مصلح خليك مرزوع بلغاية ما تشوف لنا صرفة صرفة فيها يا حاج انت مش قلت ان ايا خارج بيت ها بس انا خاف لي يكون بيتفكر في اللي ببالي بلك هو ايه اللي ببالك يا معلامة ما تيجي يا بيت لا سؤل اصبط الحجر يا بيت ما هو عندك يا معلم الله اه الحجر عندي صح اه سلام تشوف يا معلامة ايه اللي بيت اصبط ايه يما هاي استباحتي ايه اتي عطول كده ببش اجدتي يا ست بطر مالهنتش اسمع حاجة يوم ولا حاجة ولا طرتش كلام ولا اي كلمة لا بس شكري كده المعلم نوح منمر على حاجة بس لسه تايها منه وصبراءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحة كان محتيت حاجة ايدي اللي انمر عليها يكونش ناوي يجاوزوا مش عارفة بس سوانا ماشي سمعت كلمة مخطوبة خوف طاقف لحد ما لم يشخد في مخطوبة هي مينة اللي مخطوبة ولنبي معرف هو ده اللي سمعته اما لانت تعرفي ايه قريب برجيتك ديلا وانتبلكيش لازم كل دمه ليش لازمه طيب واناش عرفني واناش عرفني وانا مغسل وده من جنة أمان ليه قلتني إن الجوازة ألف بعد الشر مش حتنا حساسي مي فيلنج هتحاسبيني على الفيلنج يا رمانا يا خويا متعيش عيش تهلك وتتكلم عيدل أنا مش فاهمة حاجة بقولك إيه خميس لو عرف أيات وحاجة هقوله إن انت اللي غصبت مين هالغزب أنا قلت غزب هو هالغزب أنت قلت غزب يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غزب هز الوزد لازم يكون بالكيف وهي دي عيشة أهلي ملاكش فيه سبني في حالي بقى أبوز إيدك نفسي أعرف أنت عاملة حساب لأفندينة قوي كده هو يعني ما يعرفش بلوي الكار وعيلة بالليل ولا يكونش خادت من على سجادة صلاة وأنا ما عرفش شراب شراب يا نجمة يعني أنتوا مش نوين تجبوها البر ما إحنا كنا على البر وإنت اللي مديت رجلك في قلب الغريب وأنا عملت إيه جيت عايم لحد عندك ومعايا الأشاية لكن أنت تكبرت ونفسيتك عاليت ورفزت الأشاية ما تورق يا أخويا وتعمل لك قافلة جرأ إيه؟ هو الكار ما فيهوش غري ولا إيه؟ ما أنت كبرت صورة صاحبتك وحطيتها على الواجهة وكل شله يشبهه له طلعنا أنا بقى من نفوخك بكافي مش بكافك يا برنسيسا هابي دري هابي فلانتاين دمشي يا بيت بلاشت بي عاملة زغل حرامي لحظة لقعب كده إحنا في الشارع الناس عمانة تبص علينا أنت مالك راحي وفين هو أنت مش باشية معايا أمشي ورايا وخلاص يا بيت خايفة من إيه هو أنا خطفاك هو أنت مش عايزة تجيب عيال علشان تربطي الولاية اللي أعدالك في البت دي خلاص أنا مودياك الوحدة خلاص تقول هتخليك تجيب عيال للصبح بس لازم تقولي إن شاء الله إن شاء الله يلا نوفل نوفل أهو أستاذ قولي شايف البت ده أهو مالك أستعرف حد ساجن فيه؟ هنسيبش غلينا بقى ونتجسس على الخلق ما تبطل راغي ورد على قد سؤال أهو أعرف اللي فيه شاقة شاقة ما بقى شاقة تقول واللي عنده فيه شاقة شاقة أول ما شفتها طالع هي ومرات خلو العيقة دي عند الست بتاعت الداجة الوش عوازة وبسم الله الرحمن الرحيم جيت جاري عشان أبلغك انت متأكد ياد إنها مراتة فنزينة يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي أيوة ست مطرة مراته ومرات خالو أيوة هم الاتنين شاكلهم كده ولما أخذة بعافي حبتين وطلعين يفكوا عن نفسهم اسمع يا تتعرف تجيب لي قرارة لولاية دي طبعا نجيب قرارة هي كامية يعني تقولتلي اسمها إيه؟ حانتومة عن إيه؟ حانتومة طبون تورنتا ماشي حانتومة يا حلوة قوي ومن ساعتها يا بيتي يا بيسا مش قادرة تلمع على نفسي وما دوقتش تعمل نوم مش عارفة عمليه وأسوي إيه؟ أنت المرة اللي فاتت برضو يا قبلة كنتش مرعوبة كده لأفنجينة يعرف والحمد لله ما حصلش المرة اللي فاتت كوم والمرة دي كوم تاني خالص الاتنين يعرفوا بعد كويس يعني خميس حيعرف حيعرف وبدل ما بيحضرلي فرحي حيحضرلي كافا والنبي قبلة نحسة إن انتش بيتهويل الأمور والعمرتي ده إيه مصلحته في كل ده؟ ده رجل صاحب مازال لا ليه في الوشب ولا في اللبش ولو كان عايز يخربها عليكي كان خرابة يوم الحفلة الملط مفيش أوسخ منه وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل أي حاجة وإنتي اللي يا أختي مقلتيش لأفنجينة بدل ما تروحي للملط يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخة ده استحالي يا بيت خميس ده لو عارف أنا ممكن أموت نفسي أصلا أنت مش عارفة اللي بيني وبينه أفنجينة ده دنيتي اللي أنا مش علاقة بيها وأفشف دلها لعمر كله انت بتتكلم عن مين بالزبط؟ خميسة بوسنة اللي عرفتك عليها هقاف تكرته بس مركزتش معاه ماله بقى إيه رأيك فيه؟ هو أنا عرفه منين عشان أقولك رأيه فيه أنا بقالي ساعة بكلمك عنه بس ده كان فيه واحدة في الحفلة لازقة فيه يعني مكانش مركز مع حد غيرها أهلا ما أنت مركزة هو عارفة كل حاجة انت عايز إيه بالزبط يا عمروتي؟ فيه في دماغي مشروع project مصلحة مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع مش عايزك تفكري في الجواز بطريقة رومانسية وتقليدية أثبتلك إن الجواز مشروع لو ما فيش جواز بطوع فساتين وفرح والبيدل والبابيونات هيبيعوا المين؟ بطوع العفش هيبيعوا المين؟ بطوع الشوق والكمباونت هيبيعوا المين؟ بس 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 لا مش بس لأن بعض كده بيخلفوا بطوع البزازات بيبعوهم؟ بطوع لابن الأطفال بيبعوهم؟ بطوع لعب الأطفال بيبعوهم؟ بطوع لعب الأطفال بيبعوهم؟ هذا المشروع الوحيد للحلال لا غبار عليه طول عمرك عندك رد يا عمروتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكل الحكاية لابت في دماغك يا ستة ماطر من غير لطو عجن جابري على السؤال يا أختي براحة علي شوي أنا بيخد ودي معاك في الكلام يا أختي لا تأخذي ولا تدي قوليلي الولاية اللي بتحكي عنها دي تعرفيها من ايه أنا الصراحة يعني ما عرفهاش بس في واحدة حكيتلي عليها قبل ما جا اشتغل عندكم يا بيت انطقي يا بيت اسمها ايه والنبي ما عرف اسمها ايه بس أنا يعني ممكن اتقاصلك واجا اقولك ماشي اتقاصي اعرفي اسمع ايه وسكنة فيه مش بقولك الحكاية عجبتك ولابت في نفوخك خربت دور خالتي للتاتة اللي انت عايشة فيه ده يا لابت تمش نرحش في شغل يوه وانا بعمل كل ده ليه مش عشان خطر مصلحتك أنا عايزة رياحك اه يا سافلة يا وطيا امشى بيت غوري ام سافلة ايه وفي احلى منها شكلها قربت قوي وهي حصل ام ام تجيتي كنت لسه هكلمك واقفة بعيد مستنية من بدري طب يلا جاهز؟ اه اركينا علماتك دي في اي حتة وتعلي اركبي معايا لا استنى العيل قاعدين على النار ما تبعتش بيا بعدين انا خلاص دماغي فصلت ما تخفيش يكون في معلومك انا بقالي سنين ما عملتش الحكاية دي ايه دي اني يعني قاديل لحد بس يلا كله يهون عشان خطر عيونك انت امر فاكس قوي معلوم بياقة الجودة معلم ايه بياقة بياقة عاصل قوي بياقة دي طب حيث كده بقى ياي ياي كابي يلا ياي خير، ما لها ست كرامة كفر لها الشر؟ ما لها يا ولية، ما هي كويسة هي؟ وقعت مني في الشرق وإحنا رايحين للدكتور قدها حقنا وقال إنها لازم ترتاح شوية كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز جلو إيه؟ جلوكوز؟ طب والخدمة الشريفة إنه هو ده اللي حصل بالزبط وقال لكم إيه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل قال لي قال لي إن هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدوة وقرط على إنها ترتاح طب يا خدي، خديها القوضة عشان ترتاح حاضر، إيدك معايا يا الله يا شربي يعني علنابك، يعني علنابك هتسي إيدك يا حبتي يا لاوي، ده جدتها متلجة قطي صوتك إنتي عايزة هتبتحلينا المحكمة هنا قطي صوتها هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ إنتي ما الأهلك؟ يعني إيه ما الأهلي؟ هي متلزقة يعني؟ كش، كش دخلت أهو مصر يعني تعزمني على واحد كبتيل شعبي مبطوعك برضو يا ربا، شبل ليحني أنت النهار ده ماشي؟ هل قال ليه؟ مش دي الخالطة بتاعتك؟ أتبأ حك كبتيل شعبي على حجارين، ومن تيجو أمسهم يتراوى إلقاني؟ هي الخالطة اللي أنا عملتها هي اللي أنا علمته إيلك دي يضرب ماشي يضرب، هو عيني على فكرة انا في كل ده لقيت حاجة تخصك ايه باشا اللي يخصني فقوضة شبه القوض اللي عنده مسامية وسرير يشبه السرار اللي هناك وليلة تشبه الليلة دي رمانة خانيتك يا خميس كلام ايه باشا اللي انت بترده غنتك معايا معاك يعني ايه بس ايا مكنتش عرفك هي اللي كانت تعرفك بس بعد معرفتك مايصحش مقولكش وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها تتجوزها ليه لما هم نبو فلش يا رب بس احسن يا رب بس احسن مين اللي بيخبط انا يا عبلا بيسا سيبتي ركبي انت مالك يا عبلا في ايه نفسي عفيتنا على الرمان قولتا جافرت لحب ايدي بلش بيت دي خديتك وروحته على فين ما تكذبش علي وما تقولي ليش عند الدكتور انطقي روحته فين زار عند حنتومة يا سلام ومن امتى هي عايزة مصلحتك ومن امتى بتحبك الحب ده كله وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده هي فهمتك كده فهمتك انه حيتجوز عليك عشان كده خديتك في مكان زي ده انا انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده قلتلك كده علشان تخلي في حتة تعايل يشيل اسمه وازا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا مش عشان تخرجي برا وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عشنا تخمد دلوقتي ولما يجي جوز التانية انا ليه كلام معاه افتح الباب اللي انت بتهببه ده حتى خالك فبقى شاكل كتير وليه بقى الجو الغميق ده للا حتى قلتك افتح معاك سكة جديدة بتاخذنيش يا مزة اصلا عارف ان انا سابق عندك عشان كده لو كنت اخترت اي سكة ما كنتش هتفتحي لي باب انا المرة اللي فاتت ما قلتش لخميس ولا هتقولولي المرة دي كمان انت عايز مني يا برا قولنا جايين نفتح صفحة جديدة اقضي يا بيت اقضي ما تاخذنيش يا رمو انا معلش اصلا لما باشرب الهباب ده ما باشفش قدامي بتعمي بضبش زي ما بيقولوا بص يا براقة انا سكتك مليش فيها سيبني في حالي شمعنا افشف دي الخميس خميس؟ ايو خميس افندينا حلوة السكة بتاعته عجباك يا هاوي يكون في علمك افندينا خلاص راح زمنه ولا لا اللي جاي ضع براقة براقة النوح البضى الروح بس انا جايلك المهارضة عشان هفتح معاك سكة جديدة هحط يدي فيديك يا رمو انا وهفتح لك تغطي الادر اللي لو طلتي منها هتشميها والدنيا كله اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمر الكل في قوضة ضلما معافنة لغاية ما تفتصي ورحت بتطلع انجزبها هات من الاخر انت عايز ايه اهو كده الكلام يا حلاوي شوفها بنت الناس في مصلحة بيننا هنقسمها مع بعضينا انت هتجيبلي اخبار خميس اول بول وانا هديك عشر اضعاف اللي بتخديم من شغلك ان غير ما يترمسك ولا انت عريكي شوفتي بقى براءة براءة ازاي انت بتحلم يا براءة مش حيحسن مش طب نكملها احلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس ايه انت عايز ايه بس انا معرفش اياته حاجة عارفة كتير وهتعرف اللي اكتر طب ما انت دلوقتي كبير السوق عايز ايه تاني انا هستناكي تجي بخلي البقين اللي انا عايزهم منك وعلى قد اللي هتقوليه هتاخذي اللي تستهليه على فكرة براءة بيعرض لعرض مرة واحدة بس مرة واحدة والعرض التاني بنقفل بنشطى بلوكازيون وبيظهر وشي تغلبها انا بقى مش حايزك تشوفيني سلام يا موزة هم لدي انتهايّ فالله من الفنا كذلك فليس ايه ده يا قبلة يكونوا رجوا تاني هو عاية تفتحي خميس براه ابن النوح كان بيعمل اينا جرى ايه خميس انت بتشوك فيه على اخر الزمن وانت بتعملي معايا انا كده ايه اسم علي ما سيگن عاية عاية اتان بغمكين تعقدي ايه ده كان يسونا عب أرض ف visa ده هاية تخليبي اهلة حسن الله خلاCA يا جا، انت فاكراني ايه يا بيت، انا يا خاميسة يا بندينة مش انا اللي اتضحك علي، رجالة مش انا بنت ازافر في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها يا خاميسة رحمة، انت بتعمل في ايه كده ليه؟ اجيت حد من الاوساخ ليعك في دماغك وفاهمك حاجة انا والله والمصحف ما عملت حاجة والعمروتي، واللي بينكو ده كان ايه؟ العمروتي، الزبالة ولاد الكلب بيوقعوا بينا الزبالة ولاد الكلب انا اللي بنت فاكراني يا عيل بريالة مش انا اللي على اخر الزام الحاريمي يطلطوا اللطة دي ولا واحدة زي كنت تضحك علي انت لو كنت الجوز تاني ولد بيتني في بيت ما كانش ده بقى حالي انما انت سبتاني غر اهلا فوحل البرك ما فكرت تشلي منه كايد الوقت تلوب علي انا ما تلوش علي لوب على نفسك انت مش عايز اشوف وشي ونوص وطفا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة